هناك الكثير من الأفكار التي يمكن تطبيقها خلال حفلات استقبال المولود الجديد مراسلتنا لوجين حريري من جدة تنقل لنا بعض هذه الأفكار يا صباح الخير لوجين أهلا وسهلا لوجين نائما فيه فعلا أفكار جديدة لاستقبال الموليد وكل أم يعني يمكن تبدأ مع بداية الشهور الأولى تفكر كيف سيكون هذا اليوم وتبدأ تخطط ما بين الملابس ما بين الديكورات هدايا الموليد هدايا الضيوف اللي حيجوا يعني دائما يمكن هو يكون حلم كل فتاة متى ما حتصير أم ايش هتقدم في هذا اليوم واش هتعمل أفكار جديدة ودائما فيه أماكن يعني تقدم هذه الأفكار بس الله يعين الأب على الدافع يعني خصوصا في مثل هذه الأفكار وايضا الاستقبالات يعني حلوة أن تكون فكرة جديدة مبتكرة برضو ما تكون مكلفة مادية هو عبدالله كل واحد حيعمل على حسب ظروفه المادية والله أحيانا سارة يكون أكبر من الظروف المادية خصوصا يعني كثير الناس تكررت كلمة السوشيال ميديا وقال شيء ضغيفين يقولها والحياة اللي راحت للمتطلبات الأعلى فبالتالي يمكن كل شخص يبغى يسوي زي ما سوى الآخر أو البعض يعني البعض يبغى يسوي زي ما سوى الآخر فبالتالي ممكن تكون تكلفة مادية على العائلة يعني نحن اليوم لما نقول الأب حتى لو كانت فلوسهم معنا دائما الأم أيضا كثير من سيداتهم من ينفقن أيضا على مثل هذه المناسبات بس دائما نقول أن فلوسكم أو ابنكم أولى فيها للمستقبل والعقل حلو يعني انبسط لكن بعقل يا سلام خلينا شوف لوجين صباح الخير يا لوجين أهلا وسهلا لوجين صباح الخير سارة صباح الخير عبدالله صباح الورد والجمال اللي حول الصراحة فعلا زي ما ذكرت وانا سعمعتكم بتتناقش عن الموضوع صحيح هنتكلم اليوم الله يا سادك بنتكلم اليوم زي ما قلت سارة أنه عن تجهيزات استقبال المولود الجديد ممكن تكون بما يسمى حفلة البيبي شوار هذه الحفلة اللي أكيد بتكون حفلة لطيفة بتجهيزات أيضا جميلة منها الورد منها أنواع التوزيعات وأنواع أيضا الهدايا اللي ممكن الواحد يوفرها للأم أو يستقبل فيها المولود الجديد أكيد تجهيزات البيبي شوار أو استقبال المولود بتكون في آخر ثلاثة أشهر من الحمل تكون الأم هنا مستعدة لاستقبال مولودها رح يكون معانا الأستاذ ناير السلمي صاحب مشروع تجهيزات الحفلات وتنسيق الورد رح يكون معانا أهلا وسهلا فيك أستاذ نايف حياك طبعا يسعد صباحك في البداية ثانيا يمكن بدأنا نسمع عن حفلات البيبي شوار أو استقبال المولود الجديد نقدر نقول في آخر خمس سنوات كيف تشوف إقبال الأمهات على هذا النوع من الاحتفالات طبعا نشكر لكم الاستضافة ومرحبا بكم في قراس الاهتمام بحفلة استقبال المولود تقريبا في آخر خمس سنوات أصبح طبعا جزء مهم من ثقافتنا الأم تبدأ بتحضر لاستقبال المولود من فترة جدا مبكرة نقدر نتكلم نحن تقريبا من آخر ثلاثة شهور إلى أربع شهور تبدأ طبعا تفكر في الثيمة الخاصة بالاستقبال المولود تبدأ تفكر بالدكورات الخاصة فيه طبعا نحن إن شاء الله نتمنى اليوم نقدم يعني محتوى مفيد علشان نساعد كل أم باختيار أستاذ نايف الزملائي كانوا بيتكلموا أنه قد أي ممكن هذه التجهيزات لاستقبال المولود ممكن تكون عالية التكلفة توصل لمبالغ كبيرة فكيف أنت تشوف ميزانية العوائل دائما في هذا النوع من المناسبات طبعا هي هذه ترجع لتقدير كل عائلة طبعا حسب وضعها الاجتماعي لكن احنا يعني في جراسين أو في أي منشأة أخرى يعني لها يعني بيسوى ديكورات استقبال المولود بنساعد الأشخاص في التوفير اللي هو الدكورات المناسبة لميزانيتهم فطبعا جزء من عملنا فقط مش فقط اللي هو أنه احنا نبيع ديكور استقبال المولود لا أيضا أنه احنا ممكن نساهم مع العملاء طبعا السؤال هو عن مدى يعني قدرتهم أو الميزانية الخاصة فيهم ونبدأ نشتغل على الميزانية الخاصة فيهم أهم الأشياء اللي لازم تكون متوفرة من أشياء التزين نقدر نقول في حفلة استقبال المولود طبعا زيما ذكرنا نحن الآن لازم تبدو من فترة مبكرة اختيار الثيم المناسب لها طبعا الدكور الأساسي اللي هو أهم شيء طبعا عادة بيكون في المستشفيات بيكون فيه شيء أساسي مهم طبعا هو تعليقات الأبواب احنا اليوم هنعطي فكرة مبسطة عن بعض التعليقات مثلا واحد من الأبواب تمام وهنعطيكم برضو مثال على عدة تعليقات أبواب أخرى فيه تعليقات أبواب بتكون بأسماء طبعا الألوان بنختارها طبعا حسب نوع المولود إذا كان بنت طبعا حنبدأ في تدرجات الألوان البينك والموف والأوف وايت بالنسبة للموليد طبعا تكون الألوان الشائعة اللي هي مثلا البيبي بلو اللي هو الأزرق الفاتح والغامق أو الأبيض طبعا هذه واحدة من التعليقات حتى بالنسبة للألوان صحيح أنه هذه الألوان بتكون على حسب المولود بس سرنا نشوف حتى في الفترة الأخيرة ما في لون مخصص نعم أكيد يعني إحنا الآن سرنا نشوف مثلا على المولود الولد الألوان الأحمر أو مثلا ألوان الموف الغامقة فهذه تناسب برضو المولود اللي هو الولد بالنسبة للبنات نفس الفكرة يعني الألوان معها صارت تقليدية صار الزباين بيطلبوا أشياء غير تقليدية طبعا وهذا إحنا جزء من عمل نحن نوفر لهم أشياء اللي هي تناسب المناسبة حقتهم وإذا جاتك مثلا أم بفكرة معينة وأنت شايف أنه هي غير مناسبة ممكن برضو تنفذ لها هي إحنا دورنا نحن نكون يعني ناصحين لهم ونحاول نساعدهم باختيار للشياء المناسب بس طبعا في رغبات لبعض العملاء لابد من تلبيتها طبعا هذا شيء يرجع لهم طبعا شكرا لك أستاذ ناير السلمي أكيد زملائي في الاستيديو المكان أكيد أو صباح الورد دايما بيكون مميز في المكان هذا الجميل يديكم العافية أتمنى أكيد السلامة لكل الأمهات يا رب والله يحفظ الكل طبعا والدين أبنائهم ويفرحون بهم يكبرون دائما وأبدا بأفضل تأهيل وأيضا تعليم وأيضا تربية ليكونوا نواة تخدم طبعا أوطانهم شكرا جزيلا لك على هذا الموضوع لجين حريري